هلو و شلونكم وصفتنا اليوم أطيب وأسهل منت الدجاج شوفوا لي شكله شلون يسولف الطعم رهيب كاسة خليت بها كمية حلوة من الملح الخشن أو الملح العادي وأقراس ليمون خليت الدجاجة بها أقل شي أربع ساعات ضرورة تكون كمية الملح حلوة حتى تهيئ الدجاجة لإستقبال النكات استخدمت زبدة لورباك المملحة خليت منها خاشوقتين ذوابتين خليت عليها خاشوقة مالبابريكا مدخنة ونصف خاشوقة كوب من صبغة المندي خلطتهم كل جزين وضفتهم عليه الدجاج وتبلتها أخذ كل نفس اللون والتتبيلة وتركتها على صفحة للتمن أي صينية عندكم أو أي تبسي يدخل الفرن خليت الثمن أنا بس غاسلتها بدون تنقية وخليت له زبدة لورباك المملح وبهارات مندي وبهارات صحيحة أكتبها أسفل الفيديو وخليت له مي يادو بيغطي يعني يادو بيغطي التمن وخليت صينية فوقها وخليت الدجاج وغطيتها بورق زبدة وورق سيلفون طبعاً وورق الزبدة غاسلتها بمي حار حتى لا يحترق عندنا وورا ساعة ونصر شوفوا لي التمن شون نتري الدجاج رجحت للفرن على مودي شوية يقسب وإذا تحبون تدخنوا وفح ماية وبس جربوا هاي الطريقة تجنن وكلش سهلة وعوافق اشتركوا في القناة